اشتركوا في القناة في المنطقة والتي تنتهجها قطر وغيرها من دول المنطقة سعيا لإيجاد حل جذري لتلك الآفة الخطيرة التي تهدد مقدرات دول المنطقة وبالتزامن مع بدء اجتماع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب دعت الدوحة إلى الانتقال بالعلاقات مع إيران إلى مرحلة أقوى في خطوة استفزازية لا تتسق مع مطالب المجتمع الدولي